تجاوز القوانين الضابطة للعبة كرة القدم من جهة وسياسة الردع من طرف لجنة الانذباط للرابطة من جهة أخرى هي أبرز مرتكزات قرارات لجنة الانذباط الصادرة أمس ثلاثاء هذا الأسبوع كان ضربة موجعة لأربعة أندية وطنية شباب الوزداد وملودية العلمة من الرابطة الأولى وشباب باتنا وأهل بورجبوري ريج من الرابطة الثانية المعاقبين من طرف لجنة الانذباط بمباراة واحدة دون جمهور مع دفع غرامة مالية بقيمة مائة ألف دينار لكل منهم حسب ما نشره الموقع الرسمي لهذه الهيئة شباب بلوزداد عقب على خلفية عرض أنصاره للافتات تحمل شعارات مسئة أما مولودية العلمة فقد دفع الثمن التنظيم السيء الذي ميز المقابلة التي استضافت فيها اتحاد بلعباس أما شباب باتنا وأهل بورجبوري ريج فعقبتا بسبب رمي الألعاب النارية من طرف أنصارهما في المبارتين الأخيرتين من جانب آخر عاقبت اللجنة الحكم المساعد محمد شكري بشيران بالمنع من مزاولة أي وظيفة أو نشاط له علاقة بكرة القدم مدى الحياة على خلفية الاتهامات التي وجهت له حول الاشتباه في نواياه في ترتيب نتيجة اللقاء لصالح النصرية على حساب شباب قسنطينا كما تلقى عصب فريق أمل الأربعاء حسين حروش عقوبة الإيقاف لأربع مباريات بسبب تلفظه بعبارات مشينة نحو حكم المباراة خلال لقاء الملاحة الأخير عقوبة ستجعل رقم عشر للفايكينغ يأخذ عطلته من الآن قرارات من شأنها الردع وجعل الفاعلين الرياضيين في كرة القدم يسيرون على سكة قانون الاحتراف تحت الشعارات السامية للرياضة